كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشغل الشاغل للدولة خلال المرحلة المقبلة هي الرقابة على التجار من أجل ضبط الأسعار وضمان أنها تعكس السعر الحقيقي للسلع مشيرا إلى أن أولويات الحكومة لتدبير العملة هي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الانتاج الخاصة بالصنع شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية إزاي ضبط الأسعار وأن الأسعار تكون بتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع وهنا أنا دي بأتكلم وبوجه رسالة لكل تجار مصر أن في إطار اللي إحنا بنعمله وإدارة تدبير العملة والدولة المصرية والبنك المركزي حيبقى ملتزم بتدبير العملة وهنا أنا بأكد بقى على نقطة أخرى مهمة جدا الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية إيه هي السلع الغذائية بكل مشتقاتها الأدوية العلف المنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الانتاج الخاصة بالصناعة